اشتركوا في القناة المرتفعات الداخلية الشرقية سحب سفلة ستخص هذه المرتفعات ستكون دون فعالية فيما يخص الجنوب الكبير اضا اجواء جميلة ومشمسة على معظم المناطق الجنوبية باستثناء تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة باقص الجنوب بمرتفعات الهوغار والتاسلي مع نشاط زوابع رملية بالصحراء الوسطى تحت تأثير الرياح القوية بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى والمتوقعة لظهيرة اليوم دائما في معادلها الفصلي او منخفضة نوعا ما حيث سنسجل في حدود 23 درجة على الجزائر العاصمة وضواحيها نفس المقياس على تيزي والزوبيجاية وايضا على بويرة 26 درجة على شلف 24 درجة بالولايات الساحلية الغربية على وهرانت لمسان وايضا على مستغانم باقصر شرق بيع النبا سوف نسجل في حدود 21 درجة 19 درجة على الجلفة نفس المقياس على البيض 18 درجة سوف نسجلها ايضا على قسنتينا وصطيف 17 درجة على قلمة ومنطقة الاوراث فيما يخص الجنوب الكبير سوف نسجل من 23 إلى 26 درجة بغردية ومنطقة الواحات 31 درجة بالصحراء الوسطى على ادرار تيميمون وايضا بيعن صالح 25 درجة على بشار 32 درجة سوف نسجلها ايضا على تيندوف بيتامن راست سوف نسجل في حدود 25 درجة وبالجنوب الشرقي سوف نسجل من 28 إلى 29 درجة بإليزي وعنا مناس 25 درجة على جانيت و36 درجة بأقصى الجنوب ببرج بجي مختار وايضا بعنقزام بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا والمتوقعة لليلة اليوم ستبقى دائما مستقرة حيث سنسجل في حدود 11 درجة على الجزائر العاصمة ودواحيها نفس المقياس على تيزي والزوبيجا وايضا على بويرة 12 درجة على الجلفة نفس المقياس سوف نسجله بالولايات الساحلية الغربية على وهرانت لمسان وايضا على مست غانم بأقصى الشرق بعنابة سوف نسجل في حدود 12 درجة 7 درجات على الجلفة 6 درجات سوف نسجلها على البيض بالمرتفعات الداخلية الشرقية سوف نسجل من 6 إلى 8 درجات بكل من ستيف وقسنطينا و8 درجات أيضا على قلمة ومنطقة الأورس بشمال السحراء سوف نسجل من 13 إلى 15 درجة بغردية ومنطقة الواحات 16 درجة بالسحراء الوسطى على أدرار تيميمون وأيضا بعنسالح 12 درجة بمنطقة السورة 16 درجة سوف نسجلها أيضا على تيندوف بيتامن راست سوف نسجل في حدود 13 درجة وبالجنوب الشرقي سوف نسجل من 14 إلى 15 درجة بإيليزي وعناميناس 13 درجة على جانيت و23 درجة بأقصى الجنوب ببرج بجمختار وأيضا بعنقزام بالنسبة للملاحة والصيد البحري وعن أحوال البحر سوف يكون قليل الإطراب على طول الشارط الساحلي اتجاه رياح سوف تكون جنوبية غربية قرب الشواطئ الغربية من شواطئ وهران إلى غاية شواطئ بنيساف سرعتها سوف تصل إلى 40 كم في الساعة وسوف تكون شمالية شرقية قرب الشواطئ الوسطى والشرقية من شواطئ الجزائر العاصمة بجاية عن نابا إلى غاية شواطئ القالة نفس السرعة سوف تصل إلى 40 كم في الساعة نختم نشر الجوية بالمعلومات الفلكية الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها بشروق وغروب الشمس الشروق على السابعة وستة عشر دقيقة أما الغروب سوف يكون بحول لها الخامسة وسبعة وأربعون دقيقة بهذا نأتي إلى ختام نشر الجوية التي قدمناها لكم من قناة نوميديا شكرا لكم مشاهدنا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة في آمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة